يا أحبتي يا إخوتي وأخوتي الإيمان ليس قراغا دفعيا أنا سأقرر أن أكون مؤمنا فإذا أنا مؤمن مستحيل الإيمان لا يكون هكذا الإسلام يكون هكذا الإسلام إعلان هل تريد أن تنتمي إلى هذه الأمة؟ هل تستعلم بنفسك فردا عضوا في هذه الأمة؟ نعم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مع أن باطن الإسلام إيمان لأن الشهادة الحق ليست هي قول اللسان هذا يقبل منك لأمور إجرائية لأمور إجرائية وتسهيل المعاملات تسهيل المعاملات الملية أهل وسهلا بك قبلناك مسلما وقد تكون هذا البعيد الأبعاد قد يكون منافقا زنديقا مندسا جسوسا أليس كذلك؟ ويستعلم بالإسلام كما يفعل بعض الزنادق في كل زمان وفي كل حين لكن على كل حال لكن باطن هذه الشهادة ما هو؟ الإيمان فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين عادل بين الإسلام والإيمان الإسلام بظاهره إعلان والإسلام في باطنه إيمان لماذا؟ ما معنى أشهد الشهادة في أصل الوضع؟ في الوضع اللغة ما هي؟ الشهادة هي الرؤية بالباصرة وما شهدنا إلا بما علمنا أنك رأيت شيئا أحسست شيئا بالباصرة شهد على مثل الشمس فاشهد على مثل الشمس فاشهد كما ترى الشمس رأيت الواقعة أو الحادثة كما ترى الشمس فاشهد وإلا فأمسك عن الشهادة طيب أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله أكبر مقام عظيم إذن هذه لكن نحن أخذنا منها ماذا؟ قول اللسان فقط ولذلك الإسلام في ظاهره إعلان إجراء كما قلت تسهيلا للمعاملة الملية لكي تنسلك عضوا في هذه الأم وفي هذه الملة لكن باطنه عند التحقيق يفضي إلى ماذا؟ إلى الإيمان مباشرة طبعا تصل إلى مقام الشهود أن تعبد الله كأنك ترى هذا هو مقام الشهود باطنه إيمان وإحسان باطنه إيمان وإحسان كأن الإسلام أيها الإخوة بهذا الشعار العظيم الشهادتين كأنه ماذا؟ كأنه خارط الطريق هذا هو الطريق يبدأ بهذا الإعلان وينتهي بماذا؟ بالشهود الحقيقي كأنك ترى الله كما قال إمامنا الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه لو رفع الحجاب أو ارتفع الغطاء مزددت يقينا الله أكبر وهذا معنى كأنك ترى أن تعبد الله كأنك ترى هو بلغ هذا المقام عليه السلام أيام علي بلغ مقام الإحسان كأنه يرى وحدثتكم مرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كيف أته رجل وهو يطوف في الكعبة يريد أن يخطب على ما أذكر أن يخطب إليه ابنته تتشوش ابن عمر قال له يا أخي يعني أما أتيتنا إلا في هذه الساعة التي نترى فيها ربنا الله حالة من الشهود أما أتيتني إلا في هذه الساعة التي نترى فيها ربنا حالة من الشهود إذن الإسلام إعلان أما الإيمان فعيش ونمو ونضج وسير وقطع مراحل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما هذا لم يحصل لكن قريب حصوله بفضل الله وحوله قريب حصوله بفضل الله وحوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لم يدخل والإيمان لا يدخل بقرار إذن لا يدخل بإعلان أعلنت أنني مؤمن أردت أن أكون مؤمنا قررت أن أكون مؤمنا كما تقر أن تدفع دينا تسدد دينا أو تقرب صدقة أو تضحي أضحية لا هذه مسائل تحتاج إلى قرار واحد وقرار دفعي مرة واحدة نعم أما الإيمان فلهم كأن يكون بقرار دفعي الإيمان يكون بماذا بمراحل تقطع وبسبيل وبصراط تنزل منازله على مدى العمري ولذلك المؤمن لا ينتهي عن فعل خير ولا يشبع من خير ولا يشبع من الإزدلاف والاقتراب من الله إلا إيه؟ إلا بلقاء الله نابد أن يموت حتى يشبع لا ينتهي هذا الذي لم نحذقه جيدا هذا الذي لم نفهمه جيدا ترجمة نانسي قنقر